بحث محافظة عدن أحمد حامد لملس مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليمان مارتين غريفت جهود تحقيق السلام وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وآخلا لقى أكد محافظ عدن على أهمية زيارة غريفت للمدينة وإطلاعه عن قرب على آثار الحادث الإرهابي الذي استدفى مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة داعيا إلى توجيه المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لزيادة دعمها ومشاريعها ورفع مستوى نوعيتها لتدفع جهود عملية البناء والتنمية إلى الأمام وشدد لملس على ضرورة التدخل الأممي في عملية التحقيق في العمل الإرهابي والإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي وأوقع عشرات الشهداء والجرحة ومن جانبه عبر غريفت عن سعادته بتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها ومسؤولياتها مبديا ارتياحه بمشاهدتها آمنة مستقرة ومفتوحة أمام الجميع بفضل الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية وأكد غريفت دعم الأمم المتحدة لعملية التحقيق في الحادثة وقرب وصول فريق من لجنة الخبراء إلى عدن لتقديم الدعم الفني الكامل في عملية التحقيق وضيفا أنه سيحث المنظمات التابعة للأمم المتحدة لعاملة في اليمن على المساهمة في تنمية عدن وتبني مشاريع الخدمات المهمة فيها ترجمة نانسي قنقر